لو سمحت يا سيد المقدمة أكيد في حاجة غلطة احنا ما عملتش أي حاجة النقيب حسام عز وابني معاكوا هنا في أمن الدولة لو سمحت ما تتكلمش على لما يطلب منك حاضر حمادة عز وستاد العقيد عقيد؟ ساد حمادة انا ما عنديش اي فكرة انت هنا ليه ارجوك تهدأ شوية والله سكر العقيدة ان ما عملت اي حاجة انا لسه حتى متجوز جديد وبدو الجنم فضل يا سيدة العميد عميد؟ انت حمادة عايزه؟ ايه حمادة فضل فضل يا سيدة حمادة فضله خير يا فاني هو فيه ايه؟ لأ انا بقى هتكلم معاك بصفة ودية هتكلم معاك كاب اب اه يا فاني مانا كنت قطعت الخلف خلاه 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 انتو لكم على على حضراتكم داخلها كده هنتخلي الواحد مفصلة تسيم خلاص لو سمحت بقى عشان هو عايز يتكلم معاك قبل فضله خير فاني وحسام عمل ايه؟ لا هو مش حسام ابنك التاني ابراهيم الحقيقة ابراهيم بيمر بمرحلة خطيرة جدا ممكن تأثر على مستقبله مش مستقبله لوحده مستقبل اخوه التاني حسام وانا بعتبر حسام زي ما هو ابنك وابني تمام لانه اشتغل معايا اول ما خدم في الجهاز يعني انا اللي مدربه ومربيه ده شرف كيف يلينا يا حماده ابيه ابنك ابراهيم ماشي في طيارخ خطر جدا احسن له يسيوه يلتفط لدروسه بيطلع في مظاهراته بيكسر في ممتلكات الناس الحقيقة هشدين اودانه مرة واثنين لكن مرتدعش بيوازع منشورات بيكتب فيها كلام سيئ جدا في حق الناس كبار في البلد احنا خلينا الجامعة هي اللي تتصرف عشان ميقولوش البوليس بيتدخل في كل حاجة انما توصل انه يسجل شريط بصوته يشتن فيه كل رموز البلد وبالفاص بازيئة جدا لا 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 ده موضوع لا يمكن السكوت عليه ابراهيم ابراهيم يقول الفاص بازيئة ايه ابراهيم حماده ايه يا فادم ابراهيم ده عامل زي بنت الباكر بيتكسف من خياله اكيد حد تاني لا 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 هو واحد من زميله هو اللي بلغ عنه والله اذا كنت ساعتك مدأكد انا مش ممكن هسكت على الودة ابدا ابعتلي ابراهيم انا عايزك تتعمل مع الموضوع بحكم يا حامد ابين تحتويه تتكلم معاه تاخده في خطمك لان هو محتاج لك اكتر حاضر حاضر ودخل طبعه يا حسين الولد هنا اهو جيه على طول اول معارف بالعمر ابراهيم اخوك اه اتهيالي اسبكو مع بعض احسن ابزدوكم ايه اللي عمل الولد ابراهيم ده حسين ده الجنن ده ولا ايه معقولة لا 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 انا اسكت عليه كتير اعرفك بس المراضي مش هتحده على خير اه يسجل كلام الفاظ بذيئة ده كده تجاوز كل حدوده والله يا حسين عارف ساعات اللي هو اول مكلمني انا جيت جاري جسمي كله كان بيتمخد ازاي ابني ابني يا ابني كده ابني حماد عايزه والله حساب انا منا مسدق اه الجيلة الشاملولة او يا سافر ياوسف يا عليل الادب ات ولد مش متربي سيبنا حسين انا اكلمه بعد اذنك ياه تحرج اخوك في شغله وتخلي القابطي زي السمسمة قدام ساعة تلوه يظهر ان انا اتساعتك تربيتك انا انا ااسف هاسر اصرف همين انا ااسر ده أسف لي ولا لأمك ولا الأخوك اللي مشاره في العيلة كلها إذكت إيه يا سامي بقولك إذكت أنا سمعت منك الكلام ده كتير إنت إيه؟ التمثيل دي ملتزهاش منها؟ إنت السبب في ده كله إنت السبب في اللعنة فيه ده إيه يا سامي؟ أولا سجلت الشريط بصوتي ولا الواجد السابق ده هو اللي جابنا لإينا بس المغادر مش هتعد على خير هل ليه كلام تاني معايشة؟ هشوفها إزاي سايبك داير على حال جعرك؟ أمي مش سايبان يا بابا أمي هلا جات معاك جامعة وجابتلي الكرنية بعد ما سحبوا مني غاير إنت الموضوع بقى أنا كنت على فكرة في المستشفى عشان كده اتأخرت عليك والله يا حسام أنا ما كنت داري بنفسي ولا باللي حوالي لو سمعت لو سمعت بقى إحنا في ماتة بسياد تلوة المهزلة دي لازم تنتهي أيها دي معاك حالي فهلا نتقلنا على سيادة اللوة طيب يلا نجروا بدادي حسام أنا ممكن أن أخذه معايا بقى؟ تستنوا لما استعزن سيادة اللوة موسيقى يا رحيم كده رحيم دي عمت عملها تفايا بقى بابا انت مش بعتش تقاطين فيها ولا ايه؟ يا تي حمار أنا عملت كل اللي عملته ده عشان يسبوه تمشي معايا يعني كنت عايزين همس جنوب يا رحيم بس بقى بس محمد وهذا عندك مضعيط بقى خلاص خلاص بقى بقى لجيه وإن موضوع الشابق ده كلام كلام بزيء بزيء لما نخرج من هنا يبعثوا لبلوتوث يا ساخر يا قليل الأذب أي يا حسام استغزمت السيادة اللوة؟ تقدروا تفضلوا تقدروا عن إذنك يا حسام دي شركة وومن براند بعتنلك فاكس يا رب يا جيجي يكون وفقه يدوني التوكيل آري كده؟ هم بيقولوا إن مبدئياً ما عندهم شمانة بس في شوية شروط شروط إيه؟ المليون دولار التأمين يتحطوا في بنكة أجنبها أيوة أنا عارف؟ ومعترضين على مساحة المحل بتاعك بيقولوا على أقل المساحة لازم تبقى ضاعف المساحة دي علشان ده حيبقى توكيل المركة في الشرق الأوسط كله وإيه تاني؟ ومديينلك مهلة شهر عشان ترتبي أمورك وطبعاً حتضطر يتسافر لهم وتعملي معهم ميتنج في بارس خلال المهلة دي دي فرصة عمر يا جيجي هو ده الحلم اللي بحلم بيه طول حياتي هو ده اللابل اللي بتمنى اشتغل فيه طب وإيه المشكلة؟ ما هي محلولة أمال إحنا تجاوزنا حمادة عيزه ليه؟ مش عشان الظروف اللي زيه دي؟ تبتكلي هو ده الوقت المناسب؟ ده أنسب وقت وبعدين كويس قوي نومت دونا مهلة وبعدين بصراعة حمادة بقى ده مش المفروض يتديك المحل بس ده المفروض يدفع لك التأمين كمان هو أنت غريبة ده أنت امراده المهمة لقي الوقت اللعرة تستفرد بيه وأكلمه ليه؟ هو أنت وهو ما بتعودوش مع بعض لوحدكو؟ لأ طبعاً على طول ما مانونة معنا حمادة ما بيختليش بيه غير وقت قليل جداً وفي قط النوم بس ما هو ده أحسن ما كانت فتحيه فيه في الموضوع ده ده مش يديك المحل بس ده يديك يعنيه ماما نونة قاعدت نايم في عيسم ساعة وأنا قاعدت نايم في ماما نونة نص ساعة أنا ما قلتكيش على الواضي إبراهيم والقصيدة اللي كتبها مصخرة يا ده بزيئة بزيئة عارفة لو ديتيني بصة أسمى حالك إيه الحمال؟ يا قد كده بتلقيه في اللون الأحمر إيه الجمال ده؟ اعوة بقى يا حمال، أنت مش بتحبيني ما أنا بحبيني بس لو بتحبيني كنت فتكرت يوم زيئة مش أنا فتكره أنت ولا على بالك أنا أنا في الحالة بتاعي، أنا بس أحب بلانتان ده أنا زي بس أنتصر يوم زيئة ده زي الحال بتاعي الماليال ده بدي بحمره عشان أنا آخر حاجة بتيجي على تماغك ما تقوليش كده يا ناس، آخر حاجة إيه بس كونه بفكر في حاجة تانية جيرك عارفة ما قولي غا؟ هتبقى واضل بلانتان كده أنا في حدي حبيبتي عاية تيوم عادي الحب أنا الزهر اللي رميت عليك نفسي زيادة عن النزول أنا حاسة أني بقيت رخيصة أبي أنا تجوزتك في الحصة ما كانش في تماغي أي حاجة خلني بحبك وعي سعيش معي ما فكرت إزاي أي ست اللي ما بتتكوز لا في مهر ولا في شبكة ولا في حتى هدية جواز انت عارف إن أنا مش ماتية البلوس دي آخر حاجة مني لكن الإحساس الإحساس الوحدة من الفاكل بيحبها بيقدرها أحساس مهمة جداً لأجيستي حمادة أنا فعلاً أصرت معاك في الحكاية دي آناني أنا مشارف إزاي ما جايش على بل الموضوع ده أنا كنت لازم أجيبلك هدية ناس بحب لي مالحوقة اطلب أي حاجة دلوقت وطلبك من جابك شوفي اعتبريني العفريق اللي يطلع لك من المصباح لما تدعتي لك يقولك شبيك لبيك عبدك ومجدك يلا حبيد ادعاك المصباح بلاش ادعاك لك ناس أنا شبيك لبيك عبدك ومجدك أموري عايزة إيه؟ يعني أطلب؟ أشاني شاموري على أي حاجة في الدنيا في السنة تبقى قدامك وبتاعتك أنا مش طامة أنا مش هطلب غير طلب بسيط ومش هيكلفك أي حاجة يعني ناس أموري أنا عاوزك تكتب لي المحل بتاعك باسم خسرة فيه؟ خسرة فيه؟ طب 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 مكسبيني أنا أعجبلك هدايا على زوية مش يمكن أعجبلك حاجة أحسن من محل التعبان ده؟ إيه دا حبيد أنت مستخسر في مراتك؟ مستخسر إيه يا حبيدني؟ يا ناس أنا مستخسرش فيك ملايين الدنيا كلها بس أصل المحل ده لهم هزة هزة هندي يعني تقدر تقولي أن أنا مرتبط بيه عاطفيا ما قدرش أستغنى عنه؟ تحبه أكتر مني؟ لا يا حبيدني أنا ما بحبش حاجة في الدنيا أكتر منك هو أنا بقولك تبيه وتديني ثمنه أنا بقولك تكتبهولي بإسمي بس وغيفطل زي ما هو محلك برضو وأنا عندي البيوتي سنتر ده مش يعتبر طبعك أنا مش واحد يا حماده واحد يا ناس واحد ولا أنت بقى مستخوين؟ أعوذ بالله مستخوينك زي بس أنا استكلم تقوليه برضو على فكرة يا حماده أنا مش عاوزة محل ولا عاوزة حاجة أنا بس كنت أختبرك عايصة أعرف غلوتي عندك قد إيه؟ وتهيلي واضح إن أنا ولا حاجة بالنسبة لك ولا حاجة أنت مش فهم من حكاها يا ناس المسألة مش مش خلاص يا حماده خلاص أنا مش هضغط عليك أكتر من كده ومش هتكلم في الموضوع ده لأني بحس بإهانة أكتر وأكتر أنا أسفل طلبت منك أي حاجة تصبح على خير هابي فالنتاين يا ناس النوت أمي بس نتكلم والله العظيم أنا مقصد أي أهانة إحنا بس إيه اللي خلاننا نفتح الموضوع لهباب ده؟ أمي يا حماده أمي نتكلم بكرة براحتنا وأنا هعملك كل اللي انت عايزة أمي يا أناس بفضلك يا حماده بقى تسيبني دلوقتي إنت حسستاني النهاردة إن أنا واحدة من الشارع شاكري هي قدام نفسي وأنا حس إن جوزي مش مستقمني على حاجة هيفة زي دي صار إن إحنا تسرعنا أنا رقصت نفسي قوي اذه؟ يا ناس، أمي امي ما تبوزش اللين Wex هو ده اللي في دماغك وبس لكن لا يا حماده لا تفتحرك подписتنا ين nieuwem остern we co by مولي، أحبك بري! مام! ناس!